السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دانت الدنيا دبي اليوم متوجهين لنصور حلقة جديدة مع متأهل جديد من بين 24 متأهل صور الزحمة المستوى الشرق الأوسط ببرنامجكم وحوشي الاسر تي يلا بسم الله نحرك الشباب كلوا جاهز بسم الله أحمد ظافا محامي ناجح في الثلاثينيات من عمى متزوج ولدي بنوتة جميلة ما شاء الله اسمها روزلين يعمل في مكتب محامى شهير في دبي كل صباح ينطلق أحمد إلى عمله في الموحد المحدد وبيدطقة شديدة جدا عنده مواهب كثيرة غير القدرة على الإقناع طبعا عنده حب كبير للسفورت كارتز وبالتحديد المسل كارتز بالإضافة لمواهب رح نعرفها خلال الحرقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحمد لماذا اخترت ترجمة نانسي قنقر؟ لماذا ترجمة نانسي قنقر؟ ترجمة نانسي قنقر كانت واحدة من سيارات أحلامي فعليا كانت من حوالي سرعة 8 سنين كنت في عمان ركبت السيارة مع أحد أصدقائي وبذكر من شدة الأداء أحد أفراد شرطة المرور اللي حقنا وخالفنا كانت سيارة ولا أرواع فهو يخالفنا بحكي لنا ترجمة نانسي قنقر فنط صاحب قال له سرتي قال له انزل من سيارتك فعليا هذه الحادثة من يوميتها تعلق بالترجمة وبهذا الموديل سيارة رياضية تعطيك شكل ولا أرواع وبنفس الوقت سيارة عائلية طيب لماذا لا أخذت تشارجر؟ لماذا شكل وقوة؟ صح كلامك سليمية بالمئة تشارجر سيارة ولا أرواع وبالعكس الشكل الكلاسيكي تباعها تضفي عليها فخامة أكبر من غيرها من سيارات السبورت لكن فعليا سيارة تشارجر أنا بدأت أخبرك خدمة القوة الأداء وحتى الاستعمال العائلة حسناً أنت لديك عائلة تماماً أنا لم أشتريتها من فترة طويلة السيارة وما كنت بعيد عن الزواج فنوعاً ما كده فكير مستقبلي قررت أني أخذ سيارة بأربع بواب وما لقيت أحسن من تشارجر تعطيني الإداء الرياضي وبنفس الوقت تعطيني عملانية كاستخدام عائلية تماماً سيارتك تعتبر السيارة استخدام يومي لعملك ولا بس ويكن لا لا يومية مئة بالمئة وأنا بحكي لك ما أتوقع أنه أي حد ثاني مع سيارة أربع بواب الصالون مرتاح أكثر مني هي سيارة رياضية عائلية بس تخدمها لكل شيء وزي ما خبرتك يعني مريحة وما أتوقع أنه السيارات الصالون الأخرى بتوفر ميزات أحسن من هذه السيارة بالنسبة لك استخدام وكحياة عملية لا بالعكس هذه تعطيني شعور أفضل من أي مستخدم لأي سيارة صالون تانية طيب تحب الطرب؟ الطرب؟ أريد أن أسمعك تفضل معي يلا تفضل تفضل حاسب صوتك شوي تفضل صوتك ماذا عملك؟ هذه إذنك مستطيع مزبوط يعني فعليا صوت خفيف صح كلامك مزبوط ميلمية أنا ركبت عليها كاتباك بالإكزوست وركبته عن طريق الوكالة مع موكالة الفوطيم وفعلياً بيعطيني أداة وشعور رياضي أكثر من الشارجر قبل ما جرت عليها هذا التعديل التعديل أنا توخيت أنه يكون يعني مو شديد قوي ولا خفيف يعني كما تحكي وسطي بيعطيني الشور بالقوة والصوت والأداء الرياضي لما أنا بديها وعشان البيبي كمان روزلين بالزبط روزلين تماماً لا 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 هنا أنا بقول لك باتدخل وبقول لك اسمح لي أكثركم أنت والشباب على يعني أكلة من إيدي هي فعلياً مو هذه الأكلة المعقدة شوفوا منقض مخرجنا خبرني أنه أحمد عنده شوية مواهب غير مواهب الإقناع كمحامي وغير حب السيارات فأنت بطبخ هاي المواهب أنا بطبخ هذا الشيء بيظل عندك يعني الحكم الأول والأخير عندك عندي طبخات خيك خفيفة نظيفة يعني الشيء مقدور عليه بسيطية لكن إن شاء الله أنا بصور برنامج سيارات برنامج طبخ والله بجعالة بسم الله بحراتك بسم الله والله بطبخك يعني اللي بده يجيني من نجه الصبح ويطلعني بنص نهار من الشغل وما غداني يبدو قطع بندومة يا سيدي حاضرين إذا بدك مساعدة أنا جاهز أي مساعدة طب اسمه أحمد عندي سؤال يعني خلي البرقل على صوب شوي يعني تمام أنت محامي يعني غالباً برستيج المحاميين دائماً نازقوا عن سيارة كشخة وفخمة كثير يعني بعيداً عن العلام الرياضي نعم ما حسيت شي غريب أنت عندك تشارجر سيارة يعني سيارة روح رياضي كثير عالي فيها فعلياً بالنسبة لأيلي لا بس بالنسبة لكثير غيري خاصة من الزملاء عندي أنه شوني مركبك هك سيارة وكأنها سيارة قصراً على مهنة مهنة دون الأخرى أو على مهنة معينة دون الأخرى فلا مزبوط كلامك هذا الشيء أنا لمسته وشعرته بس أنا ملاقي حالي بها السيارة أصلاً غيرها السيارة هاي ما بيلاقي حالي إلا فيها طب أحمد لو فز في الجائزة أنت وطلعت أنت وحشي الـ SRT وعطوك كت التعديل اللي هي وقينة تقريباً 110 ألاف درهم إماراتي شو راح تسوي أول شي شو أهم قطع للتعديل بالنسبة إلك صراحة الإكزوست مع أن الإكزوست اللي عندي أنا يعني الكتباك اللي ركبته أنا صوته جميل وقوي إلا أني شفت بعض السيارات مركب عليها كورسا كورسا إكزوست فهذا كان شيء رائع يعني هذه واحدة من الشغلات اللي أنا حابب أسويها إذا تأخذ مبارئ يعني شيء أصلي للسيارة مصنوع خصوصاً للدوتش يعني أو كرايزر جروب بشكل عام تماماً فهذه واحدة من أهم الشغلات تزيد بالبالفورمال سبعة السيارة بقوة الهورس باور عندي يعني هذا الشيء أكيد مرحب فيه وبشكل آمن أهم شيء طبعاً 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 شوف تقريباً استو؟ يعني تقريباً شوي بدهم شوي تاني لسه بدهم كيف ريح الشباب؟ على كيف كيف؟ أنا والله مقدر أستنى ما معرف بالنسبة للشباب كيف يوم طويل شوف مناظرهم كيف ينتظروا الأكل شوف مناظرهم يعني يوم طويل فعلاً أحمد من الشخصيات المحبوبة التي قابلتها في حياتي شخص دقيق جداً في عمل ما شاء الله يعني حتى الوقت عنده مقدس كنا مرد بي معاه ساعة واحدة ساعة واحدة كان جاهز للتصوير متعاون جداً وحتى شخص كريم شفت أنا فكرت موضوع الغداء من سوي لنا غداء عنده في البيت أو كذا مسحة يعني قلت له عن جدة من مرور خاصة على نتغده مكان بركة لا قلنا شيء يجب أن نسويه وشكراً أحمد على سعيدة سيارة تذكرون في حلقة لهلكات ذكرت شيء أنه تشارجر والSRT بشكل عام سيارة عائلية بطابع رياضي وأنا فعلاً لمست هذا الشيء في أحمد أنه ما شاء الله شخص عنده عائل عنده سيارة واختارها من بين كثير سيارات بس بالآخر تصويتكم لأحمد هو اللي ممكن يرشح ليكون وحش للSRT لا تنسوا أن تقدروا بصوتوا لأكثر من سيارة وأكثر من متأهل تصويتكم هو رح يأهلكم لتدخلوا السحب وتفوزوا بسيارة تشارجر SRT جديدة في الآخر أنت الحكم بسم الله وصلنا إلى أفضل وأحلى فقرة بطول اليوم والله صحيح عميت الجوع انتظرنا كثير طبعاً بعد الشكر اليوم لفريق أرب جي تي ولكريم الله يخلي ما قسرت ويعطيهم الفعال في غطيته وهو يعني قسطي مع SRT وزود إذا عجبتكم الحلقة اليوم وعجبتكم هذه الجورة حلوة والطلّة طيبة صوتوا لي بسم الله الرحمن الرحيم تخضروا بسم الله أين هو هذا المنزف؟ ترجمة نانسي قنقر